افريقيا مهد الأسود ولحدها كما قال أمير الشعراء فكم خرجت لنا من مناظرين ودعاة وعلماء منهم العلامة المحدث الفقيه المفسر المؤرخ الأديب المربي أبو محمد عمر بن محمد الفولاني المشهور بفلاته والفولاني نسبة إلى قبيلة الفولان المنتشرة في إفريقيا الغربية ولد الشيخ عام 1345 للهجرة قرب مكة خلال هجرة أبويه من إفريقيا التي استغرقت سنة تقريبا ثم انتقل إلى المدينة النبوية وتعلم في الكتاب وحفظ القرآن ثم نال شهادة الابتدائية من مديرية المعارف العمومية أخذ عن العلامة عبد الرحمن الإفريقي ومحمد إبراهيم الختني وعمار الجزائري ومحمد بن علي الحركان وغيرهم من العلماء درس في دار الحديث ثم عين مديرا لها ودرس الحديث وأصوله في المعهد العلمي ثم عين أمين عام الجامعة الإسلامية مع تدريسه بكلية الحديث بها تأسس على يديه مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية وعين مديرا له ودرس في المسجد النبوي الشريف قرابة خمسين سنة كان يتمتع بمحاسن الأخلاق حريصا على نفع المسلمين ومساعدتهم خدوما للصغير والكبير مع التواضع الجم والإكرام البالغ للضيفان مع انشغاله بالتدريس له بعض المؤلفات منها بحث حول الحديث المدرج وبحث عن الإجارة ولمحات عن المسجد النبوي الشريف وجوانب من تاريخ المدينة أخذ عنه عدد كبير من أهل العلم منهم عمر حسن فلاتة والدكتور الصالح الرفاعي ونور الدين طالب وخالد مرغوب وغيرهم توفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 1419 للهجرة عن أربعة وسبعين عاما فرحمه الله ورفع درجاته في المهديين